ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر هذا نمر تعضل ahsi جوابه في البداية هيسي جالس وكانيكي يكلمه يحاول يعطني فرصة هيسي معترف انه الجسد هذا اللي كانيكي وكل شيء بس انا ما عبيك تجي ليش خايف شخايف منه ما يدري هذا اللي وضح ان هيسي ما يدري حتى ليش خايف هاللحظة كيزاوه ينتب فيه تنتيف مرمطة مرمطة فلاده ما هو بقادر عليه مهما يعني خذ بارقة امل من كانيكي ويحاول يسوي شيء ما هو بقادر قاعد يقلمه حتى وقعدنا شخص غريب مايفول حتى كانيكي كون يعني كن الله transpلت بيمكن ًَ و ٦ان وkon لأ قارد يقولها كانيكي كين بـ اسمه الكامل يعني أنك شخص غريب لم تقبله لم يتقبله لما ترجى تشوف نطاق الكلامs إذا DANOunci GLAME مَش كين dachte 어 tidak وقال له كانيكي بدون كون يقابلها ótوك وهو بضليتك مafarى بوجود يتقبله و يجابي لك كان كانيكي منقابل جالس خلال الكرسي و يقول له الحياة Gobierno وله قادر يتكلم فأنا رفقت وجودك تماما أنا فقط جسد حاوية لروحك هذه وتجربة مع بيك فهنا تكيزاوة نتفت انتيف تكيزاوة قاعد يقول لأنت أحد تجارب الدكتور كانو مستحيل أحد تجارب البوفيسور الأسطورة طبعا دكتور كانو أنا كنت من قبل أقول أنه نفس أبو هينامي اللي تدخلت وانقذيتها هنا أنا غلطان لا هذاك مش الدكتور كانو الدكتور كانو هو شخص كان في البداية مع السي سي جي وكان يعمل على أبحاث العمليات هذه اللي بين الغول والبشر يدرسها وبعدين سواله مستشفى أو مجمع يدات الدكتور كانو وبعدين نظام يقال مع الأوكيوي مختفي لحي ما أحد يد يهله مع الأوكيوي مع السي سي جي والأينه ما يختفي ما كان نظهر قوي حتى في الاني من الأجزاء الأولى والثانية كان كلا يتكلمون عنه أعتقدنا نطلع في المنغا القديمة مش الجديدة هذه القديمة لكن يلمح له المهرجيون يسمونه The Good Guy والبوفيسور والكل يبحث عنه وعن أبحاثه أقوى الأبحاث في المجال هذا الحين في واحد في سي سي جي يكمل مشواره اللي هو الدكتور شيبا بكلمكم عنه في حلقة خاصة اللي هو سوى الأوري العملية وهو صاحب فكرة الكوينكس فهو ذاتك إذا هو يقول أنت اللي نسويك الدكتور كانو خلنشوف ش السالفة فهذا أكد لي أن الدكتور كانو أنحي مش موجود مع الأوكيوي ليش؟ لأن أنا سوى لي نفس العملية اللي سواها لك الدكتور كانو بس انت سواها لك سواها لك الابوفيسور The Good Guy الأسطورة كانو فهذا هو مستواك؟ هنا كانيكي ما يديش الدكتور كانو على شيء فقاعد يعذب تعذيف هلأ رجي شخصية غريبة لابس قناع ومن الغيلان بس شنو هدفه في بث اللي يصير الكانيكي للكل شوفه فأنا أعتقد أنه ممكن أن يكون أحد من أتباع كانيكي لأن واحد من المهرجين الموجودين هو واحد من أتباع كانيكي في الأجزاء السابقة حسب المانجا مش حسب الأنيمي لأن الأنيمي الجزء الثاني غيره حقائق لكن هو لها أتباع خاصين فأعتقد أنه واحد من يبي ينبه الكل يعني شوف ش قاعد يصير أو استعراض ما بين أقوى تجربتين تجربة الدكتور كانو تجربة الأوكيوي قاعد يتقاتلون شوفوا ش قاعد يصير كأنه سوق سودا شوفوا العرض فتكيزا وتحمس يجاد أنه يوري الناس عانا شوفوني شوفوني شقاعد يصير شقاعد يسوي فيه مهزلته طبعا أنت الحين مبقاعد يتمهزل تجربة الدكتور كانو مبقاعد يتمهزل كانيكي مبقاعد يتمهزل واحد وعاء اسمه هيسي رافض يتقبل الأسطورة كانيكي كانيكي يا رجل منت بقدة لو طلع نتبك تنتيف مسك شعرك الأبيض وصوا حلاوة قطن ودزف خشمك ودزف حلقك خلاك تاكل شعرك خلاك تاكل عمرك يا رجل كانكي أثناء قتالة هيسي أثناء قتالة مع هذا عرض إذنه قطعة قطعة من إذنه طبعا أنك تاكل من الغول بيكون عندك دبل كاكوهو اللي هي مركز إطلاق خلايا الأرسي ومركز إطلاق الكاغوني هذه غدة الكاكوهو لما تاكل غلثان يسوي عندك الغدة بس هل لما تاكل كله ولا تاكل جزء منه بجاوبكم عنها بحلقة خاصة فكانكي أعرض شيء من إذن تاكيزاوة قد له هيسي وقتها طبعا قد عشان يعيد شوي من قتل نفسها هنا في اللحظة هذه تدخلت هينامي لإنقاذ هيسي من مخالب تاكيزاوة قالها ليش دافعنا أقلها بدافع عنها بس لازل مهم بالنسبة لنا ما بيكت ندفع وتقتله خلص استعرض ما فيه الكفير بدافع عنها تاكيزاوة ما تقبل بدل قتال مع هينامي في أثناء قتال تاكيزاوة مع هينامي ومحاولة هينامي للدفع عن كينيكي جاءها هيسي قالها أنا مش كينيكي يعني ها بدأ ها أنا مش كينيكي يدورين عليه أنا شخص آخر وهي قول أنا متقبلتك حتى لو أنك وعاء بدفع عنك لكن نرجع هيسي للقتال مع تاكيزاوة نتائج البث هذا أنه راح يتحرك شيزو مع البنت اللي وياه لإنقاذ كينيكي راح يتحرك أكثر من شخص لكن خلونا نروح لمواقع القتال الثانية اللي صايرة أولي آخر شي شوفناه البيك مادا محطتها في نصف فمها وبتبلعه توحش طلع من فمها وأطلق العنان لقووتها وصل للنطاق الرابع هذا الشيء كان شرح الدكتور شيبة أنه إطلاقك للكاكورة اللي زرعناها لك راح يوصلك للنطاق الأول الثاني الثالثة الرابع بس انتبه لأن هذا الشيء يرفع خلايا الأرسي إذا رفعت خلايا الأرسي راح تطلع يعني أنت طلعت من بشري لكوينكس راح تطلع من الكوينكس إنك توصري لغول وهذا اللي صار استخف أنا 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 قد أتكلم مع نفسها صراع داخلي داخله فجاءت البنت تريد تساعدها تهديه لما متى ما في فايدة طعنها ضاع الولد خاصة إن إيش لما استجد أن نروح للبيق ماداما ننته على وجهه بنطاقك الرابع أدوسك من إنت والله إني حبيتك يا البيق ماداما هنا ربيه الحقيق ربيه ضحه وسوه وعفز في الأخير لازم يعرف مقامة لازم لازم يتحجم عشان ينطلق مرة ثانية ما ينفع الهيجان ما تنفع الأنانية ما مكانت مغزاك ما رح ينفع هالشي البيق مادام خذتك لحستك ماذهل قديم عند الحسوي يقول لك واح لما تلاحسك هالي ذا ما عندك سالفة وبثر وسامج وسخيف وتتكلم عن أشياء منت بقدها ويبون يحطنون أحلامك ومستقبلك بكلمة واحد يجيك الحسوي يقول لك واح لما تلاحسك يعني إن كنك انت قطو أو حيوان وامك بتلاحسك تقص عليك لا شغاب 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 طقيناك وحتلومك لحستك ورضيت هذا المقصد يعني حتى يلغون كرامتك البشرية إذا جاي يحطنون هذا اللي تسوتها وديناك عند أمك الغولة تلحسك ماما الغولة يعني جمع مثل حسر مع مثل ماصر ماما الغولة وديت عندهم من الغولة لحستك هذا عشان تعرف مقامك إنك عبارة عن شخص نكرة منت باضي تتقبل كيانك منت باضي تتقبل أخوانك منت باضي تتقبل مبادئ كنت سويت هالشي عشان تغير مبدأ قديم وغبي سووه الدوف أو الحمامات مع عبوك فلا تمشي على الطريق الغلط أنا بيك تمشي على الطريق الصح فكان لابد إن رجعك لدومين الغولة تربيك نصك كرامتك العليا امتصت تمت سخافتك السفلة برا فامها ما قدرت تبلعك رفضتك حتى مبقادة تبلعك مبقادة تسوي فيك شيء توحشت قطعتها رجعت ربتك مرة ثانية هنا رجعت تبكي جاتك البنت تلمك لعرادية لأنك أنت دخلت على مرحلة من الكوينكسي للغول وطعنتها هذا الشي خلاها تطلع الكاغوني أخيرا ولمتها بالحماية هل اللي حركها هو خوفها أو إن الكاغوني حقها دفاعي للحماية فقط يعني أو نفسي ما نبعارف شلي يطلع الكاغوني المفروض إنها خلايا الأرسي عندها في حدود الستمية أو الخمسمية ما يطلع لها كاغوني شلي يوفع خلايا الأرسي عندها طبعا هم جايبينها في الأنمي عنها والد بس هي بنت بنت وافضة كيانها كبنت وتبي تصير ولد فهنا في قمة المشكلة اللي هم فيها من اللي تدخى؟ يوزو تدخل يوزو ونتف بيق مادام رباها تربية قطعها تقطيع يا رجل فقاعد يقول لها يعني جات لحظة زي المصارحة شفت الندوب هذي اللي أنا أخذتها منك هذي اللي بقيت لي منك وأنا أفخها فيها وكذا فقامت تتكلم أنا أخذتكم عشان أنتفكم أنا هذا يعني تتبي تسبة لا تحسب أن أنا كنت عطوفة أنتم مجرد أكل اللعبة عندي قطعوها أتباعة تقطيع يخرب بيت الأتباع واحد منهم خاف على مشاعر سد إذنه مشهد هيبة يا رجل هذولا الأتباع مو بأوري هذولا الأتباع واحد يقصها من ذيلها واحد قص لسانها واحد علمها مقامها واحد راح خايف على أذان طويل العمر حتى أذانك لا تدان ناس مشاعرك لا تنخدش هذا الولاء مو بخوف مو بطمع مو بجهد هذا ولاء واحترام ومحبة لتكسبها بالأخوة والاحترام والمحبة أكبر مما تكسبها بالخوف والضغط وتلاعب بالعقول وهذا الشيء بيأخذني للحقيقي اللي بتكلم عنه واشه وبعدين يخرب بيت المشهد المهيب يا رجل والله بيق مدم تمرمطت عندك ذيل أقصة عندك كرامة أقصها ملابس قصصوها نتفوها تنتيف ويا رجل قلوبوها عجينة سنبوسة جاهزوها طوكيو جول فرمضان راح يكون الطبق الرئيسي سنبوسة بيق مدم وفردوها فردو نتفوها ومن لحمها فرموه حطوه جواها وغلو فرها وبعضو عشان الوسخ لا يوصل اللي يوزو سدو أذانه طبعا اللي تغير عن المانجا إن يوزو في اللحظة هذه قال وداعا يا أبي هذا ما يجبوها في الأنيمي في المانجا قال وداعا يا أبي يعني بيق مدم عبارة عن رجل تحول أو شاذ أو ما دي إيش وياخذ الأطفال الوسينين ويعملهم على أنهم بنات مثله ويعذبهم وياكلهم يعني واحد توستد من تهي يعني قمة القدارة قمة الوساخة إنه قاعد يسق الأطفال ويجبرهم على أشياء ما يبونها وينتفهم وياكلهم ويمارس سودويته وعقليته المنحرفة على الأطفال يعني كبشري غير مقبول كغول غير مقبول كأي شي غير مقبول حتى كوصخن غير مقبول أنت فوت انتهيث يخرب بيتك أنت ينه وينت يعمل هذه ياخذني إلى القدارة الأخرى اللي موجودة مع الحمامات اللي هو الضابط واشو اللي وافض يعلم حتى الضابطها ما دو عن وضع كانيكي وقاعد يبي يعني هو نفسه مستفيد من المسرح ما ديش يبغى يشوف وش يبغى يثبت إنسان حقير واصخ ما بوضع لي وش يبغى يثبت صراحة جد جد ما نبعافه وش يبغى يثبت فننتقل إلى المرحلة الأخرى تشيزو مع الناتس كواكار حلل قدراتها أن الكاغوني حقها اللي هو اللي زي الذيل من نوع اللي ينطلق أو يتقطع مثل اللي عنده يطلق فهي يطلقها في الجدار يتفعل مع صوت يهاجمك مع أي صوت غير الكاغوني اللي عندها زي الأجنحة عندها تلك كاغوني فحاوتها الدرس أماكن الصوت بدأ يحرك مخه هدها مجيته بدأ يحرك مخه كلم سايكو حفزها بدأ القتال قضي على النتس كراكار بايش بالمصيدة و بالقتال ديقات ممان وفجرت الديني بابا ما يبوني وروني الكاغوني حقها ما يبوني ووروني قوتها يلا نستنى القدام اظهرنا بيكون على بدنا تاكيزاوة راح تنقذ هيسي راح نشوف قوة ممهن هذه على بدنا روحي ارجوك بردي حرتي هنا راح يكون بين انقاذه من طفلة وعاها وهو بكنيكي وطفلة وعاها وهو هيسي يا الله يا الله على انقاذ هذا يا رجل بعد ما قضوا على النتز كراكا في شي تاكيزاوة طلع نص كاكوجا قناع النص كاكوجا يكون عندك لما يكون عندك اثنين كاكوهو اللي هي الغدة اللي تطلق الكاكوني الغدة تطلق الكاكوني اذا عندك ثنتين وغالبا تجيك هذي لما تاكل غيلان ثانية وجات الكنيكي لانا كالغيلان ثانية او تزع فيك انا اعتقد هي الجاتة من التجاوب اللي سواها فهو كاكوهو اخذ كاكوهو عن طريق الاكل فاصل عنده نص كاكوجا لما سير عندك اكثر من ثنتين اعتقد بسير عندك كاكوجا هذي خلوها في حلقة كاملة بنزلها شبع عن الكاكوجا كاكوهو الكاكوني دكتور شيبا ودكتور كانو عشان تفهمون كل حاجة واحتلنزلكم ان شاء الله الاسبوع واسبوع القادم واتمنى ان انطبعنا الحلقة عجبكم في النهاية قولوا معي سبحانك الله ومحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفوا وكتبوا ليك تصوني لايك سبسكرايب والشير شوفكم موسيقى